اشتركوا في القناة وعامي الطبيب محمد أحمد محمد أحمد المساعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية والدكتورة فاتن إبراهيم المؤيد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست في خطوة مشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة بحرين ترست وفي تصريح لها بمناسبة الافتتاح أشهدت سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة بالدعم لقرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة البجلس الأعلى للمرأة لاستمرار التعليم للجميع في كافة الظروف وخاصة الأطفال المرضى الذين قد يؤثر تواجدهم في المستشفى على تحصيلهم العلمي كما نوهت بالتعاون البناء بين إدارة الخدمات الطبية الملكية ومؤسسة بحرين ترست في تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات من خلال تخصيص مساحات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل التعليم الحديثة لضمان استدافة استفادة الأطفال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى واعتبرت سموها أن استمرارية التعلم للأطفال المرضى تساهم بشكل كبير في تعزيز حالتهم النفسية مما يسرع من عملية شفائهم كما تسهم في تقوية عزيمتهم وتمنح أهليهم شعورا بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم الدراسي مؤكدة سموها أن نجاح هذه التجربة في المستشفى العسكري سيلهم العديد من المؤسسات الصحية في مملكة البحرين للاقتداء بهذه الخطوة البناءة من جانبه أكد سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة أن افتتاح مدرسة المستشفى يأتي انطلاقا من الحرص على تحسين تجربة المرضى الأطفال خلال فترة إقامتهم في المستشفى التي كانت ظروفهم الصحية عائقا أمام مواصلة تعليمهم الأساسي بينما أعربت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست عن فخرها لافتتاح ثالث مدرسة مستشفى تابعة للمؤسسة لتمثل ثمرة تعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين والداعمين من أهل البحرين الكرام استمرار لتطوير البرامج والخدمات بما تتلاءم مع العلاج الموجه للمرضى الأطفال خلال إقامتهم في المستشفى جاء افتتاح مدرسة المستشفى العسكري المسقرة في جناح الأطفال وعيادة الأطفال بالمستشفى لتكون بيئة مناسبة للمرضى الأطفال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى وذلك لمزاولة أنشطتهم اليومية ومتابعة دروسهم وواجباتهم المنزلية مما ينعكس إيجابا على سير العلاج وعدم تأثري تحصيلهم العلمي شرفنا اليوم بافتتاح مدرسة المستشفى العسكري المصغرة للأطفال والتي تم إنشاؤها من قبل مؤسسة بحرين تراست برعاية كريمة من لدى صاحبة سمو الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم وتهدف هذه المدرسة إلى إثراء الطالب أثناء وجوده في المستشفى وتعويض عن كل ما تم فقده خلال تواجده في المستشفى وتتضمن أهداف هذه المدرسة المسقرة التكفل بالتحصيل العلمي والمنهج الدراسي بطريقة تتناسب مع المرضى وإمكانياتهم ناهيك عن تقديم الدعم النفسي بكافة أشكاله للطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم على التكيف مع وضعهم الصحي والعلاجي هذه المدرسة المساقرة يمكن ثالث مدرسة يعني أدشأتها مؤسسة بحرين ترس كانت في مجمع سلمانية الطبي وثم مستشفى الملك حمد ومشاء الله في المستشفى العسكري وأنا أشكر أيضا إدارة المستشفى العسكري على تجهيز المكان خلال سنة وليس المكان الأشياء اللوجستية ولكن الأمور التنظيمية وتجهيز الأطفال نفسيا وحتى الأشياء التي أنا قاعدة أشوفها المحتويات الموجودة تناسب أعمار الأطفال هذا وتواصل مؤسسة بحرين ترست الخيرية مسيرتها في دعم التعليم بكافة أشكاله من خلال مشروع المدارس المساقرة في المستشفيات التي تهدف في المقام الأول أن تكون ملائمة ومناسبة للأطفال ومواكبة لأحدث التغنيات الجديدة لتدخل البهجة في قلوب الأطفال وأسرهم أثناء قضائهم وقتا طويل بالمستشفى خلال فترة تلقي العلاج لإدخال السعادة والفرح في نفوس الأطفال أثناء تواجدهم في المستشفى جاء افتتاح هذه المدرسة المساقرة في المستشفى العسكري لتكون ملائمة ووسيلة لمزاولة أنشطتهم اليومية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين